البيت محتاج إلى أب يجلس فيه كثيراً وهذه مسألة مهمة يعني وجود الأب في البيت ولو كان صامتاً يعني لا يتكلم يعني جالس فيه من عمق التربية والاستقرار والهدوء ما فيه يعني ما بالك إذا كان هذا الأب مؤنساً متحدثاً يلعم مع أبنائه معه في بيته يمازحهم الخطأ يعني أحياناً وين يحدث يعني أنه بعض الناس يكون مثلاً صاحب منصب مهما كانت المسؤولية يعني المنوط هو بتحملها يكون مدير يكون مسؤول يكون رجل أعمال يعني صاحب مكانة صاحب وجاها فهو أحياناً ينسى نفسه إن صحت العبارة لما يرجع للبيت يرجع بعقلية المدير وبعقلية المسؤول وبعقلية الرجل الذي كان في العمل الآمر الناهي وهذه مسألة خطيرة جداً ومسألة ليست بصحيحة وليست بصحية على الإطلاق أنت يا حبيبي كنت في عملك مديراً أنت اليوم أب وإذا ذهبت إلى أمك فأنت ابن حتى لو كان عمرك خمسين وأربعين وثلاثين وإذا بين أبنائك فأنت محب وأنت صاحب وأنت بهم رحيم يعني مو أنت ترجع بعض الناس يرجع بي وهذا أحياناً يأتي من ضعف الشخصية وعدم فهم الحياة الفهم الصحيح فالذين فهموا الحياة فهماً صحيحاً وعرفوا إن صحت العبارة أنها ما تستاهل كل هذا التعالي بل أولئك المتكبرون سواء كانوا على أهليهم أو على من يعاشرون أو على من هم تحت مسؤولياتهم جاء في الحديث أنهم يحشرون يوم القيامة المتكبرون يحشرون يوم القيامة كصغار الذر يطأهم الناس بأقدامهم صغار الذر هم صغار النمل يعني المتكبر كن يوم القيامة بحجم النمل الصغيرة صغار الذر هم صغار النمل يطأهم الناس يعني يوم القيامة يمشي عليهم الناس بأقدامهم ليش؟ لأنهم كانوا يطأون الناس في الدنيا بأفعالهم وتصرفاتهم وصعر الخد وأنا لما مثلي فلما كان الإنسان متكبراً في الدنيا وكأنه كان يطأ الناس بأفعاله وبتصرفاته فيوم القيامة يعامل بنقيض قصده ذق إنك أنت العزيز الكريم يعني هو لن يكون يوم القيامة عزيزاً كريماً لكن هذا نكاية في تعذيبه وإن كان هذه مسألة أخرى لكن أنا المقصود أن الإنسان صح لك منصب لك مكانة لك وجاهة وهذا رائع جداً أن تكون إنسان تفرق بين مجلسك في استراحتك في مكانك في عملك لكن مثل ما أنك فرقت بين مكان الاستراحة ومكان العمل ومكانك في الطريق فرق كذلك مع أهل بيتك أنت مع زوجتك لست ذلك المدير ولا ذلك المسؤول أنت مع أبنائك ذلك الأب الحاني أو عمر رضي الله عنه من نحن بجانب عمر عمر الذي ابن الخطاب الفاروق الذي أعز الله به الإسلام الرجل الذي كان اتهابه جيوش الفرس والروم وكسرى عمر الذي كان في عينيه خطان أسودان من الدموع عمر الذي كان من طوله وقوته إذا ركب فرصه خطت رجله الأرض كان قوياً بهياً نقياً شهماً عادلاً هذا الفاروق بهذه الصفات هو الذي كان مع أهل بيته ذلك الرجل الرقيق اللطيف الذي يستمتع به أطفاله ويضاحكهم ويلاعبهم وهذا هو فهم الحياة ترى هذا هو الإنسان الحقيقي أنك لو تعرف معادلة مثل ما يقولهم أحياناً معادلة ثمانية 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 يعني ثمان ساعات نوم حتى تعطي الجسد الراحة الكاملة ثمان ساعات من الجد اللي هي ربما عملك وأعبائك وتبعاتك وثمان ساعات التي تمزج فيها حق لنفسك وحق لأهلك وحق لأصحابك فهنا تحصل الخلطة المنوعة في ذلك الإنسان الآن إحنا لو جينا إلى هذا السؤال هو سؤال صراحة كبير يعني هل إذا غاب فقط الحب معناها خلاص ما عندنا استقرار في بيت هو مشرط يعني إذا قلنا إحنا الآن أنه إذا غاب الحب ترى إذا غاب الحب في مودة في رحمة في احترام في صفات أخرى يجب أن يتحلى بها العبد لأنه الحياة ليست أسود أبيض الإشكالية تأتي عند بعض الناس أنه عنده الحياة يا أسود يا أبيض يعني يا إما أنا معك صح دائماً حب وأعلى درجات ربما الهيام يا إما أني أنا عدوك لا الحياة ليست كذلك الأصل أن لا يكون لك أعداء إن استطعت أن تتحرر من كل عدو ففعل لأن أول مستفيد من تحرير عقله وفكره وقلبه من الأعداء هو نفسك التي بين جنبيك ترى الأحقاد هذه مثل السموم إن بقيت فيك قتلتك وإن أخرجتها إلى الناس قتلتهم فإذن